تنظم إلينا مباشرة من برلين المستشارة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية العالمية مروى فطافتا سيدة مروى مساء الخير أهلا بك إلى نشرتنا هذا المساء بداية ما هي المعايير والآليات المعتمدة في منظمتكم لتصنيف الدول من ناحية الفساد يعني كيف تصنفون هذه الدول على ماذا تعتمدون نعم مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر يقيس الفساد في القطاع العام بالتحديد ويتم الاعتماد على عدد من المصادر موثوقة عددهم 13 مصدر بالتحديد وبناء على يتم قياس أو ترتيب الدول من درجة صفر إلى درجة مئة صفر تعني دولة فاسدة للغاية ومئة تعني دول خالية من الفساد طيب يعني هل تريدكم معلومات من هناك تقييمون بها أو تستندون إليها بالتالي تؤشر لكم حجم الفساد في العراق وهل تعتقدين أن حجم الفساد في العراق مقارنة بالدول الأخرى هو الأكبر عربيا برأيك نعم هناك عدة أدوات يمكن استخدامها أو تستخدمها شفافية دولية من أجل قياس حجم الفساد في عدد من الدول كما ذكرت مؤشر مدركات الفساد التي أصدرناه اليوم يقيس الفساد المدرك في بعض المؤشرات أو المقاييس التي نستخدمها من أجل معرفة تجارب الناس مع الفساد من ناحية الرشاوي على سبيل المثال هناك مقياس يقيس الفساد في قطاع الأمن والدفاع وبالنسبة للمصادر هالبيانات لا تجمعها الشفافية الدولية بشكل مباشر وإنما كما ذكرت تعتمد على عدد من المصادر أو المؤشرات التي نستخدمها من أجل حسبة هذا المؤشر وبالنسبة لموقع العراق مقارنة بالدول العربية تفضلي بالنسبة لموقع العراق المنطقة العربية بالإجمال أسوأ المناطق على هذا المؤشر من ناحية حجم الفساد هي إفريقيا ثم تاليها المنطقة العربية في معدل 34 من 100 في الدول العربية العراق تصنف من 20 دول في أسفل المؤشر وهذا يدل على حجم الفساد المستشري في المنطقة العربية بشكل عام وفي العراق بالتحديد إذا أردنا أن نتحدث بالأرقام ميزانية العراق لعام 2019 بلغت أكثر من 100 مليار دولار ما حجم الفساد من هذه الميزانية برأيك يعني رقم تقريبي ليست لدي أرقام إما تقريبية أو حتى أرقام دقيقة حول حجم الفساد في العراق وهذا المؤشر كما ذكرت لك يقيس يرتب ويصنف الدول حسب المؤشر ولا يقيم حجم الأموال المنهوبة أو الأموال التي تذهب بجرائم الفساد طيب لدينا في العراق مؤسسات كثيرة تعنى بمكافحات الفساد هيئة النزاهة هيئات نيابية مؤسسات مستقلة المجلس الأعلى لمكافحات الفساد الذي استحدثته الحكومة العراقية في دورتها الحالية ولكن هل برأيك وبرأي المنظمة هل قدمت هذه المؤسسات أي تغيير في مؤشر الفساد أو محاربة الفساد ولو بشكل نسبي للأسف الشديد العراق كما الحال في العديد من الدول العربية هناك هيئات مخصصة لمكافحة الفساد هناك قوانين وتشريعات موجودة أيضا من أجل الحد من الفساد ولكنها تبقى أجهزة ليس لديها إما الموارد الكافية البشرية والمادية أو حتى الاستقلالية الكافية من أجل محاربة الفساد كما هو مطلوب فبالتالي هذه الأجهزة والرقبية وهذه التشريعات والقوانين تبقى حبر على ورق ليس ليها دور فعال في التحقيق في قضايا الفساد في الكشف عن الفساد وأيضا في مقضاية ومعاقبة الفاسدين طيب سيدة فطافتة ما الحل إذن؟ ما الذي يترتب على الحكومة الحالية أو الحكومة التي ستلحق هذه الحكومة ربما بعد التغيير المرتقب؟ ما الذي يترتب؟ ما هي أولويات الحكومة؟ كيف المعالجة لموضوع الفساد في العراق؟ برأيي في ظل الظروف الراهنة الآن في العراق وخاصة في ظل الاحتجاجات التي تحدث في شوارع العراق نصيح الأجدى للحكومة العراقية في أن تستمع إلى مطالب الناس وتعمل على تحقيق هذه المطالب وأيضا تطبيق القوانين المشرعة من أجل محاربة الفساد وضمان استقلالية القضاء من أجل معاقبة ومحاسبة الفاسدين طيب هل تقدمون للحكومات أو الدول التي ينتشر فيها الفساد بشكل عالي؟ هل تقدمون نصائح آليات للعمل من أجل مكافحة الفساد؟ تساعدون هذه الحكومات؟ نعم نحن نصدر العديد من التوصيات والخطط والتقارير من أجل مساعدة الحكومات على قياس وتحجيم مشكلة الفساد في البلد وأيضا إصدار بعض التوصيات فيما يتعلق في إحقاق الشفافية والمسائلة المجتمعية في هذه الدول إذن فالباب مفتوح من أجل التعاون مع الحكومات التي لديها إرادة حقيقية من أجل محاربة الفساد في بلدانها طيب ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتقليل الفساد على الأقل في العراق؟ كما ذكرت يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية شاملة تعمل على وضع أولويات فيما يخص مشاكل الفساد في العراق ومن ثم القيام على تطبيق هذه الخطة يمكن على سبيل المثال إيجاد نظام نزاهة وطني هذه إحدى الأدوات التي تقدمها الشفافية الدولية حيث يتم رصد وقياس مدى نزاهة جميع السلطات الموجودة في الدول كالسلطة القضائية، التنفيذية، التشريعية، المجتمع المدني، القطاع الخاص، الإعلام إلى غير ذلك من أجل إيجاد مواطن الضعف والعمل على تحسين هذه المواطن من أجل الحد من فرص الفساد شكرا جزيلا مروى فطافتا المستشار الأقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية العالمية كنت معنا من برلين